الحليب ارتفع سعره يعني مشتقات الحليب كمان من ألبان وأجبان ارتفع سعره بالمعية وصارت وجبة الفطور عبئ على المواطن السوري هذا شيء مجديد بس احذروا ليش غلي الحليب يا جماعة الغليان الحليب لأنه نحن هلأ بموسم حمل الأبقار يعني هلأ البقرة عم تجهز حالة لحتى تحبل ايه الله يقومك بالسلامة يا رب؟ التصريح حقيقي ها أنا ماني جايبه من عندي يعني بتعرفوا كل البقرة كمانو إلى ظروفها ونفسيا اليوم البقرة مو فاضية هلأ مشغولة باستقبال المولود الجديد عم تجيب له ديارة عم تنقيله لون الغرفة الجديدة عم تفصل له تاخد يعني والله اللي بيسمعكم بيقول كمان بتكون تولدوها للبقرة بشي مشفى خاص يعني ما بيكفوا عم تغشوا بالحليب وتحطوا نصفه مي وعم تحطوا بالجبنة واللبنة نشا وملح يعني اليوم لحتى نلاقي حليب طبيعي بدنا نروح لعند البقرة نحلبها بإيدينا هيك بس بيكون عنا صيقة أنه هذا الحليب مو مكشوش يعني بس بدنا نفهم أنه بورصة الحليب بشو مرتبطة يا ترى؟ هل بالعلف؟ ولا بحوامل الطاقة؟ ولا بأجور النقل؟ ولا بنفسية البقرة؟ يعني الله وكيلكم حتى البقرة ما عم تحلو باليوم معنا صافي وصرتوا تحطوا الحق عليها بغلاء الأسعار حلو والله بكرة بتقولوا لنا أسعار الخواريف غليانة لأنه الخاروف مقرب أسعار البيض طلعت لأنه الجاجة حردت وما عم تبيض والله أسعار السمك طالعة لأنه بلع مي يعني المفروض عم يتحسن سليرة عم يتحسن الصرف المفروض تدخفض الأسعار صح؟ يعني طلعي معكم هلأ أنه البقرة عم تمر بظروف ما بتسمح لليوم تعطينا حليب؟ ما كل أسبوع عم يغل الحليب 500 ليرة بدون أي مبرر طيب المعامل اللي عم تستجر كميات كبيرة من الحليب وتصدر المنتجات لبرة ما دخلها هاي بالموضوع يا ترى؟ يعني متأكدين أنه الحق هالمرة فقط على البقرة؟ يعني والله ما ضل غير نخمص الغبز بالخبز هاي أيام الخبز وحليب طارت